لما بتقرب من بعضها زيادة على اللزوم هو ده الغرض من الأصل من التباعد الاجتماعي كمان الكومامة سلحنا الخطير وسلحنا الأساسي هو الكومامة كمان يعني واعتقد كمان الناس بطلت برضو لازم نبقى فير مع الناس بطلت السلامات والأحضان اللي كنا متعودين عليها فبرضو الحاجات دي حدد شوية من الخطورة تقول لي ياسس محمد بالنسبة لعودة الأنشطة الرياضية خلاص احنا في حالة مرتقبة لعودة الأنشطة الرياضية وامر شبه ذلك طبعا كان فيه برضو ساعة زيادة وإحنا بنتكلم على حضر التجوال بنتكلم دلوقتي من 8 مساء الاربعة صباحا فعيزة عرف من حضرتك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة هل شايف أن هي طبيعية في هذا التوقيت وبتتوافق مع كم الإصابات أو الوفيات أو الإحصائيات الرسمية اللي احنا بنتبعها يوم بعد يوم؟ أنا بالنسبة لي اللي أنا شايف والناس شايفة أن الإجراءات بتاعتنا تعتبر عادية جدا بالمقنة بالأرقام الأرقام ما عدناش في الأرقام اللي هي الخطر علينا فالإجراءات دي كويسة قوي هما كمان فيه ميزة في الخطة بتاعت الحكومة يا شام والناس مش واخدة بالا منها فيه مرونة يعني فيه هيبقى رد فعل أو ريأكشن لأي حاجة تحصل طريقة لقدر الله يعني يعني زيما الدولة دايما بتقول إحنا لغاية دلوقتي برضو في الأمان ومسيطرين على الموضوع عشان كده محتاجين الفتح برضو الناس فاكرة أن الدولة هتفتح جامعة زيادة على اللزوم لا لسه بالنسبة مثلا للرياضة لسه المباريات ولسه لا ده هما بيفتحوا أنه أنتوا يعني دلوقتي هما فاتحين بحيث أنهما ياخدوا الاشتراكات من الناس أو كده بعد أسبوع أو عشر تيام يفتحوا التدريب للملاعب مش المباراة يعني الأحداث نفسها لسه مش هتبدأ دلوقتي أعتقد مش هيبقى في أول غير في أول يوليو أو كده فهما مستنيين لو أمور مشت بس هما بيحاولوا يعاودوا الناس أن ده هو اللي هيحصل فلو الأمور مشت كويس أعتقد هيبقى سهل الفتح الكامل وإلى آخره